انطلقت في قاعة الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة بمحمية غابات عجلون فعالية المنتدى الإقليمي لقادة المحميات بدورته السابعة بتنظيم من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وقال أمين وعامي وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشن إن الأردن يعتبر من البلدان الرائدة في مجال حماية البيئة والطبيعة وتعتبر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة شريكا استراتيجيا للوزارة لتعزيز حماية البيئة من جهته أكد مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر أن المواضيع الرئيسية التي يناقشها المنتدى تغطي مجموعة متنوعة من القضايا البيئية هذا المؤتمر بصلت الضوء على كيف أن المشاركين يتعرفوا على برامج إدارة المحميات خطة المحميات وأيضا العمل الميداني مع مدراء المحميات وأفرقة المحميات كمان رح يكون فيه شغل على موضوع المجتمعات المحلية والمؤسسات ذات العلاقة وأصحاب العلاقة لأن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتشتغل على ثلاث أبعاد البعد البيئي البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي وهذه هي ديمومة التنمية المستدامة فرح يتطلعوا أكثر على موضوع التنمية المستدامة في المحميات والخطط الإدارية للمحميات نجيت لشارك مع قادة المحميات بالدول العربية لنتبادل هالخبرات خاصة أنه طبيعة لبنان الجبلية اللي هي غابات أرس كمان هالطبيعة الأردنية خاصة اللي هي شمالية بتشابه لطبيعة لبنان من أشجار السنديان البلوطيات يعني وغيرهم كل هالطبيعة متشابكة ومهم هيك نتبادل هالخبرات بين بعض وكيف فينا نتعاون لتفحيل هالسياحة البيئية وتبادل هالخبرات العلمية والبيئية ترجمة نانسي قنقر